ايه رايش نشوف الهدف يلا بي انت كان معاك الحالة الهدف اه الحالة الهدف الاولاني بتاع بتاع الشيكابالة والخطأ جي منين بسبب التغطية العكسية لا دي مش دي مش كرة الهدف دي الكرة اللي ضاعت الشيطة الاولانية من زكريا الوردي لا ان الراجل برضو ده مش مكان التواجد بتاعه خدها من تحت الفوق رغم انه سيد نمارا عمل الكروس ممتاز كرة كانت مزوقة من على الخط وتحطت لكن خدها من تحت الفوق عشان كنا مقدرش نواسا جيلا رغم انها ككرة في المتناول نجيب اللقطة اللي بعديها دي الكرة اللي ضايع عم تاني من زكريا الوردي الاعادة بتاعتها نجيب اللقطة اللي بعديها او الخطأ الخطأ اللي بالنسبة لي وهنا معلش اقاف هنا قبل الخطأ خليني اثني على خالد عبد الفتاح كريم خالد عبد الفتاح واحد اه خالد عبد الفتاح واحد من افضل الاظهرة من الموسم الماضي من الموسم الماضي الظهير الايمن الزهير الأيمن اللي عمل الكروس ده رقم اتنين لعيب مميز جداً جداً من الموسم الماضي وكان فيه مفاوضات مع بعض الأندير انه ينتقل لك النادي سموحه تمسك به انه يفضل موجود الموسم الحالي مع كابتن طرق العاشر قدم مباراة جيدة جداً على الناحية اليمين سواء دفاعياً أو هجومياً ممكن سيرك سؤال قولي معلاش سريع خالد عفتاح منتخب خالد عفتاح ياخد فرصة في المنتخب ياخد فرصة في المنتخب طبعاً ليه؟ ليه؟ لأنه لعيب قابل للتطور مستواته صعب بشدة الموسم الحالي أكتر من الموسم الماضي اتنين فيه أزمة كبيرة في الزهير الأيمن انا سهلتك عشان كده اه يعني أكرم توفيق هو اللعيب الوحيد الفترة اللي فاتت يعتبر مستواء ثابت ما احترامنا لكل اللي يعيبين طبع طيب الكرة اللي بعدها دي نفس الأزمة نفس المشكلة نفس المشكلة وقفة دفاعية خاطئة معلش رجعالي تاني من أول الكروس رجعالي تاني من أول الكروس رجعها رجعها تاني الكرة دي طبعاً ما كانتشوف سيد عشان كان حسين عبد المجيد على الخط خالص ها ها هو راح مع اللعيب اللي بيعمل ففضل وقف ودي من ضمن الأخطاء يعني لأ رجعالي تاني أيوة 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 من أول الكروس أول غلطة أول غلطة أول غلطة ان المفروض انا لما اروح كراجل سنتر باك وطلع من قلب الملعب بس ماشي 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 كمان ماشي كمان الراجل السنتر باك خارج ده كله وما خدش الكورة يعني الراجل ده سنتر باك ايه اللي مخرج الكل ده على الطرف دي غلطتين الغلطة الاولانية احمد فتوح لانه هو راح يغطي مكانه الغلطة التانية انه هو نزل وعمل وباع نفسه وما خدش الكورة وخالد عفتح راح عمل الكروس برضه بمنتهى الجودة وحطاه طبعا حسام اقوائب بره مغطي مغطي التسلل واللي بعدين مغطي التسلل هو اللعيب اللعيب اليسيلة متغطي باثنين مش بالعيب متغطي باثنين وحارس المرب طبعا كان منتاسه التوفيق بالنسبة له ان هي الكورة دي كانت الامور هتتغير جدا فيه المباراة لو الكورة دي تم تسجيلها ومن هنا خلينا اقولك انه لا هناك مشاكل دفاعية من مباراة فيلامبو على فريرة انه يعالجها يمكن هو لسه منتظر بعد اللعيبين يخشوا معاه خلال الفترة اللي جاي منتظر بعد اللعيبة اللي ممكن تحلول المشاكل دي لكن على فريرة واللي احنا قلنا انه سبب تأخر فوزة زمالك النهاردة واللي كان سبب كان ممكن يقلب المباراة عليه هو الثلاثة بتواسط الملعب وقلة الكرياتيفتي اللي كانت موجودة عوضها واحدة يمكن حسن التوفيق وسوق حظ سموحة وحسن توفيق الزمالك في الكورة بتاعة شيكابالا اللي حطاها شريف رضا وجي طلعها لحطيتها في المرمى والكورة التانية الخطأ اللي اخطأ فيه مدافع سموحة في نهاية المباراة لو نجيب الكورة بتاعة سامسون اكنولا عشان بس نجيب الكورة اللي بعدها الهدف اللي بعده بتاعة سامسون اكنولا عشان في الوقت بيجيب الكريم كبداية سامسون اكنولا رقم واحد من الفيديوهات هو راجل بيجيدي لعب بكلتا القدمين وده شيء مميز جدا جدا الميزة التانية انه شبيه لسيف الدين الجزيري فلو انا هفضل علعب بنفس الرتم فانقدر اشغل الاتنين طول الوقت لو حصل غياب لسيف الدين الجزيري مش هيحصل لمشكلة كبيرة لانه هو العيب بيشتغل من بره بيحب المساحات والدريبلينج والوركريت بتاعه في الجزء الامامي جاي الجزء بس ملعبوش مع بعض لا ملعبوش مع بعض اللي لعبو مع بعض ابراهيم يضاي يلعب مع واحد من الاتنين اهو الهدف اهو دي خطأ طبعا سازاجة في فناية المباراة ثقة زايدة من مدافع سموحة والرجل عمل الاولانية حجز الاولى باليمين ورح حاطتها بالشمال موفقة جدا بص هنا يا كريم ثقة زايدة طبعا محدش يعمل كده وضغط عليه بمدغوط عليه باتنين لعيبة الراجل طبعا البنية الجسدية لانه قوي رح ثبت المدافع ورح حاطتها بالشمال طبعا حسة التهديف واضحة تماما عند الراجل لكني خلينا اقولك يمكن قلت لك في قراءة الكريم لا محتاج وزنه ينزل شوية يعني سامسون اكنولا هو الفيزيك بتاعه كده في لعيبة ويمكن كان عبد الرزاق ام تويزي كان لعيب من بينين برضو كان هو البنيان بتاعه كده لكن هو محتاج شوية علشان يبقى اخفف الحركة من كده لانه وضحت في الكرات اللي قبلها اللي قبل الهدف محتاج وزنه ينزل شوية لكن سامسون اكنولا اعتقد انه يكون مكسب للزمالك